شبكة مينبار شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة التي تعرف اختصارا باسم مينبار تعتبر أكبر شبكة بحثية لبحوث الإدارة العامة في المنطقة حيث تقودها مملكة البحرين منذ العام 2014 وهو عام التأسيس من خلال معهد الإدارة العامة وتهدف هذه الشبكة إلى تطوير السياسات العامة وسد الفجوة الموجودة في بحوث الإدارة العامة في المنطقة بالإضافة إلى تأسيس أجندة بحثية تخدم القطاع العام وتنطلق الشبكة البحثية هذا العام من خلال مؤتمر مينبار الثاني والذي سيقام في تونس في الفترة ما بين السادس وحتى التاسع من شهر أكتوبر الجاري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يون دي بي والمعهد العربي للحوكمة وتعد فكرة إنشاء شبكة مينبار فكرة بحرينية خالصة تشكلت معالمها في عدة دول عربية ونجحت خلال أقل من عام من أن تصبح شبكة ذات تأثير عالمي وترتكز بحوث مينبار على قطاع الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يزيد من أهمية الشبكة بالنسبة للمنظمات والمعهد الإقليمية والدولية المتخصصة في الإدارة العامة وتأتي مبادرة مينبار انطلاقا من برنامج عمل الحكومة تحت محور الأداء الحكومي حيث أن أولوية الحكومة في هذا المحور تتمثل في تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي وتحفيز القدرات والمهارات الإدارية بما يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين وهو ما تقوم به شبكة مينبار من خلال مواكبتها لآخر التطورات والمستجدات الطارئة في الإدارة العامة وتسعى شبكة مينبار إلى أن تكون مرجعا رئيسا لبحث الإدارة العامة في المنطقة وقاعدة علمية بحثية معتمدة من خلال كبرى معاهد ومدارس الإدارة العامة الدولية وهذا ما بدأت بالفعل في تحقيقه من خلال الشراكات الإقليمية التي عقدتها مع مختلف المنظمات والمؤسسات التدريبية والبحثية الدولية كالمعاهد الدولي للعلوم الإدارية والجمعية العالمية لمدارس ومعاهد الإدارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها وتسعى هذه المؤسسة البحثية في مجال الإدارة العامة وهي الأولى من نوعها في المنطقة إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في العالم بنظام بحثي محكم تحقيق أعلى مستويات الجودة في العالم بنظام بحثي محكم شكرا